السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله وقاتلكم طلاب وطالبات العزاء وأهلاً وسهلاً بكم في درس جديد من دروس مادة الرياضيات معكم أستاذ أريج الأسرج وزميلتي في رغة الإشارة أستاذ نسرين النصار اليوم بإذن الله سوف نستكمل دروس مادة الرياضيات ودرتنا لهذا اليوم العددان 16 و 17 بسم الله الرحمن الرحيم خير ما نبدأ به بإذن الله سنتعلم في درسنا لهذا اليوم الدرس الثالث من الفصل الخامس العددان 16 و 17 نقرأ مع بعض فكرة الدرس أسمي العددين 16 و 17 وأميزهما وأعدهما وأكتبهما باستعمال أشياء ملموسة ورسوماً توضيحية إذن هنا راح نسمي العددين ما هو 16 و 17 راح نميزهما مع بعض ونعدهما وأكتبهما باستعمال أشياء ملموسة وأيضاً رسوماً توضيحية المفردات اللي راح نتعلمها بإذن الله اليوم 16 و 17 إذن مفرداتنا لهذا اليوم 16 و 17 ماذا تشاهدون في الصورة التي أمامكم؟ أحسنتم مجموعة من الكرات لدي مجموعتين من الكرات المجموعة الأولى نريد أن نعد كم عدد الكرات التي توجد في هذه المجموعة نعد مع بعض ونتأكد كم يوجد لدي واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة كما تعلمنا سابقاً في الدرس السابق نلاحظ أن خمسة وخمسة يعطينا عشرة إذن هنا عبارة عن عشرة ماذا يلي؟ بعد العدد عشرة يلا مع بعض ماذا يلي؟ عشرة أحد عشر اثنى عشر ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر ستة عشر إذن لدي هنا كم كرة أمامي؟ أحسنتم ستة عشر إذن لديه ستة عشر كرة إذن نريد أن نكتب العدد ستة عشر كيف نكتبه؟ نلاحظ هنا هنا العدد ستة عشر ستة وبجانبها العدد ماذا؟ واحد إذن هنا العدد ستة عشر هذا عدداً إذن كلمة بالحروف تلاحظون هنا ستة عشر واضح يا أبطال؟ إذن هنا العدد ستة عشر عدداً وكتابة بالأحرف انتهينا من المجموعة الأولى ننتقل إلى ماذا؟ إلى المجموعة الثانية لدي مجموعة ماذا؟ مجموعة من ماذا؟ أحسنتم من الكرات نريد أن نعدها ونعرف كم عددها أحسنتم إذن هنا عبارة عن ماذا؟ عشر كرات عبارة عن ماذا؟ عشر كرات إذن لدي عشر كرات لاحظوا هنا عشر ماذا يلي العدد عشرة؟ يلا يا أبطال ماذا يلي العدد عشرة؟ أو ماذا يأتي بعد العدد عشرة؟ أحسنتم أحد عشر إثنى عشر ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر واضح؟ ثم ستة عشر سبعة عشر إذن لدي كم؟ هنا سبعة عشر كرة إذن هكذا نكتب العدد سبعة عشر سبعة وليها العدد واحد نلاحظ هنا العدد سبعة عشر ننتقل إلى كتابة عن طريق الأحرف سبعة عشر إذن هنا كلمة سبعة عشر واضح يا أبطال؟ إذن هنا في الصورة التي أمامي عبارة عن مجموعة من الأشياء مثلناها بالعدد ستة عشر وسبعة عشر واضح؟ انتهينا ننتقل إلى التمارين نقرأ مع بعض هذه التمارين يعد الطالب الكرات وينطق العدد إذن لدي هنا مجموعة من الكرات لو تلاحظون نريد أن نعدها مع بعض لاحظوا هنا في المجموعة الأولى عبارة عن كم؟ كم عددها؟ أحسنتم رائعين عشرة إذن لدي هنا عشرة ماذا يعطي بعد العشرة؟ يلا مع بعض؟ أحد عشر اثنى عشر ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر أيضا ستة عشر إذن عدد الكرات التي أمامي كم؟ أحسنتم ستة عشر أريد أن أمرر قلمي على العدد المنقط هنا لاحظت يوجد لدي العدد ستة عشر أريد أن أمرر قلمي على هذا العدد ستة عشر لاحظوا من اتجاه الأسهم هكذا من أعلى ثم أسفل إذن كتبنا أو مثلنا العدد ماذا ستة يليه ماذا العدد واحد من أعلى إلى أسفل إذن انتهينا مررت قلمي على العدد المنقط ولدي هذا العدد ماذا ستة عشر إذن كتبنا العدد ماذا ستة عشر أريد أن ننطق العدد ستة عشر مع بعض يلا مع بعض ستة عشر ستة عشر أحسنتم ستة عشر رائعين إذن انتهينا من عدد الكرات ونطقنا العدد ومررنا القلم على العدد المنقط وكتبنا الآن أريد أن ماذا أمثل العدد 16 عن طريق قطع العد نلاحظ هنا لدي عشرة من قطع العد أو المكعبات أيضا نضيف إليها كم؟ خمسة أخرى واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة إذن هنا لدي خمسة مكعبات أو خمسة من قطع العد نضيفها إلى العشرة كم ينقصني هنا حتى يصبح العدد 16؟ لاحظوا هنا عشرة وخمسة، خمسة عشر عشرة، أحد عشر، اثنى عشر، ثلاثة عشر، أربعة عشر، خمسة عشر نضيف أحسنتم واحدة يصبح الناتج كم؟ ستة عشر إذن هنا مثلت بقطع العد، العدد ماذا؟ ستة عشر، أحسنتم، عشر، أضيف إليها خمسة، هذا خمسة عشر أيضا أضفنا إليها قطعة عدد أخرى، أصبح الناتج ستة عشر واضح يا بطال؟ ننتقل إلى السؤال الآخر أيضا بنفس الفكرة يعد الطالب الكرات، لدي مجموعة من الكرات أريد أن نعدها مع بعض يلا نعد مع بعض يا حلوين هنا لدي عشرة، إذن انتهينا في الأعلى خمسة وفي الأسفل خمسة، إذن عشرة ننتقل إلى المجموعة الأخرى نعد مع بعض عشرة، أحد عشر، إثنى عشر، ثلاثة عشر، أربعة عشر، خمسة عشر، ستة عشر، سبعة عشر إذن كم كرة أمامي؟ أحسنتم، سبعة عشر، أريد أن أعرف كيف أكتب العدد سبعة عشر يلا مع بعض نمرر قلمي على العدد المنقط، هكذا لاحظوا، سبعة عشر، باتجاه الأسهم من أعلى إلى أسهل، ثم ننتقل إلى الأعلى لاحظوا هذا العدد سبعة ننتقل إلى العدد الآخر بجانبه العدد واحد من أعلى إلى أسفل إذن هنا العدد سبعة عشر مرر قلمي على العدد المنقط وهو سبعة عشر وكتبنا واضح يا أبطال؟ انتهينا من عدين الكرات ونطقنا العدد أيضا مررنا القلم على العدد المنقط وكتبنا أريد الآن أن نمثلها عن طريق قطع العدد أو المكهبات مع بعض لدي هنا نلاحظ عشرة وضافن إليها خمسة هذه عبارك عن كم؟ خمسة عشر وهذه تعلمناه في الدرس السابق العدد ثلاثة عشر وأربعة عشر وخمسة عشر إذن لدي هنا خمسة عشر نضيف إليها قطعة عدد أخرى يصبح الناتج كم؟ ستة عشر خمسة عشر أضفنا إليها قطعة أخرى يصبح الناتج ستة عشر أيضا نضيف قطعة أخرى كم يصبح لدي من مكهب أو قطع عدد؟ يلا يا مبدعين أحسنتم سبعة عشر إذن هنا مثلنا العدد سبعة عشر عن طريق قطع العدد عشرة لدي خمسة عشر ستة عشر سبعة عشر إذن هنا وضحنا العدد السبعة عشر عن طريق قطع العدد أو المكهبات واضح؟ ننتقل الآن إلى السؤال الآخر يعد الطالب الكرات وينطق عددها ثم نستعمل ورقة العمل وقطع العدد ليمثل العدد ويكتبه لاحظوا هنا لدي أيضا مجموعة من الكرات أريد أن نعدها مع بعض يلا يا مبدعين كم لدي في المجموعة الأولى؟ أحسنتم لدي عشرة أحسنتم عشر كرات يليه ماذا؟ أحد عشر اثنى عشر ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر فستة عشر إذن لدي كم كرة؟ أحسنتم ستة عشر نريد أن ننطق العدد ستة عشر مع بعض يلا ستة عشر أحسنتم ستة عشر إذن ننطق العدد ستة عشر مع بعض بالشكل الصحيح انتهينا أريد الآن أن أكتب العدد ستة عشر كيف نكتبه العدد ستة عشر؟ أحسنتم نكتب أولا ستة ويليه ماذا؟ ويليها ماذا؟ العدد واحد إذن هنا العدد ستة عشر واضح يا أبطال؟ إذن انتهينا عدين الكرات ونطقنا العدد سويا وماذا؟ وكتبنا العدد ستة عشر ننتقل إلى السؤال الآخر أيضا بنفس الفكرة نقرأ مع بعض يعد الطالب الكرات وينطق عددها ثم يستعمل ورقة العمل وقطع العدد ليمثل العدد ويكتبه يلا مع بعض لدي مجموعة من الكرات أريد أن نعدها سويا يلا يا مبدئين هنا في المجموعة الأولى كم كرة؟ أحسنتم عشر كرات رائعين إذن لدي هنا عشرة ماذا يلي العشرة؟ مع بعض نعد أحد عشر اثنى عشر ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر أيضا ستة عشر سبعة عشر إذن كم كرة أمامي؟ أحسنتم سبعة عشر نريد أن ننطق العدد سبعة عشر سويا مستعدين؟ يلا ننطق مع بعض سبعة عشر سبعة عشر رائعين سبعة عشر انتهينا من عد هذه الكرات ونطقنا سويا العدد سبعة عشر أريد الآن أن أكتب العدد سبعة عشر يلا نتذكر سويا كيف نكتب العدد سبعة عشر؟ أحسنتم نبدأ بالعدد سبعة هكذا من أعلى إلى أسفل ثم نرجع مرة أخرى إلى أعلى إذن هذا العدد سبعة يليها أو بجانبها العدد كم؟ أحسنتم واحد إذن هنا كتبت العدد ماذا؟ أحسنتم سبعة عشر إذن لدي هنا العدد سبعة عشر ننتقل إلى التمرين الآخر يمرر الطالب قلمه على العدد المناقط وينطقه ثم يستعمل ورقة العمل وقطع العدد ليمثل العدد نلاحظ هنا لدي عدد مناقط عبارة عن ماذا هذا العدد؟ أو كم؟ أحسنتم ستة عشر نريد أن نمر القلم على العدد ستة عشر لاحظوا هنا كيف نكتب العدد ستة عشر باتجاه السهم بهذه الطريقة من أعلى إلى أسفل إذن هنا كتبنا العدد ماذا؟ أحسنتم ستة إذن انتهينا من كتابة العدد ستة يليه ماذا؟ أحسنتم العدد واحد من أعلى إلى أسفل إذن هنا كتبنا العدد ستة عشر بدأنا بستة يليه الواحد إذن ستة عشر انتهينا من كتابة العدد ستة عشر نريد أن نمثله عن طريق قطع العد مع بعض لدي هنا العدد ستة عشر إذن راح نرسم أو نمثل بقطع العدد كم قطعة هنا أو كم كرة راح نرسمها ستة عشر لاحظوا هنا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة إذن لدي هنا عشرة رسمنا أو مثلنا بقطع العدد عشر كرات انتهينا ماذا ينقصني حتى أصل العدد ستة عشر مع بعض أيضا أحد عشر أحسنتم اثنى عشر ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر إذن هنا خمسة عشر ماذا يأتي بعد الخمسة عشر أحسنتم ستة عشر واضح؟ إذن هنا كتبنا العدد ستة عشر واضح؟ ومثلنا إذن هنا نعيد نقرأ سؤال مع بعض يمرر الطالب قلمه على العدد المنقط مررنا استعملنا ورقة عمل أو قطع عدل لنمثل العدد ستة عشر عن طريق الرسم واضح؟ ننتقل إلى السؤال الآخر أيضا بنفس الفكرة لكن كم العدد الموجود أمامي؟ أحسنتم العدد سبعة عشر طيب أريد الآن أن أمرر قلمي نأخذ القلم ونمرره بهذه الطريقة على العدد سبعة باتجاه السهم لاحظوا من أعلى إلى أسفل ونرجع مرة أخرى إلى أعلى إذن هنا العدد ماذا؟ سبعة العدد سبعة يليه العدد ماذا؟ واحد من أعلى إلى أسفل إذن هنا سبعة عشر سبعة عشر انتهينا من تمرير القلم على العدد المنقط نريد أن ننطق العدد سويا مع بعض العدد سبعة عشر يلا مع بعض سبعة عشر سبعة عشر أحسنتم سبعة عشر انتهينا نريد الآن أن نرسم أو نمثل بقطع العدد العدد سبعة عشر يلا مع بعض أدي هنا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر نلاحظ هنا في المجموعة الأولى عشرة انتهينا من المجموعة الأولى وهي عشرة نضيف إليها أحد عشر اثنى عشر ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر إذن لدي الآن خمسة عشر من قطع الأد نضيف إليها كم حتى نصل إلى العدد سبعة عشر أحسنتم نضيف أيضا إليها قطعتان ويصبح الناتج سبعة عشر لاحظوا هنا خمسة عشر ستة عشر سبعة عشر واضح؟ إذن هنا أضفنا قطعتان على العدد خمسة عشر وأصبح الناتج سبعة عشر واضح يا أبطال؟ ننتقل إلى التمرين من كتاب التمرين هنا يعد الطالب الأشياء وينطق العدد ثم يكتبه يلا مع بعض نبغى نعد الأشياء التي أمامي وننطق العدد ثم نكتبه تلاحظون لدي مجموعة من ماذا؟ أحسنتم مجموعة من القبعات لدي مجموعة من القبعات نريد أن نعدها مع بعض يلا المجموعة الأولى عبارة عن كم؟ أحسنتم عشرة إذن لديه عشرة ماذا يلي العشرة؟ أحد عشر اثنى عشر ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر إنتهي هنا خمسة عشر نكمل العدد ستة عشر سبعة عشر إذن كم عدد الأشياء أو القبعات التي أمامي؟ أحسنتم سبعة عشر نريد أن ننطق العدد سبعة عشر سويا يلا يا مبدعين انطقوا العدد سبعة عشر سبعة عشر أحسنتم سبعة عشر رائعين إذن عدينا الأشياء ونطقنا العدد نريد الآن ماذا؟ أن نكتبه مع بعض سويا يلا نكتب العدد ماذا؟ سبعة عشر كيف نكتب العدد سبعة عشر؟ أحسنتم نبدأ بالعدد 7 ثم يريه العدد 1 إذن هذا هو العدد ماذا؟ 17 واضح يا أبطال؟ إذن لدي هنا العدد 17 ننتقل إلى التمرين آخر وهو التمرين الأخير من كتاب التمارين نقراه مع بعض يعد الطالب الأشياء وينطق العدد ثم يكتبه إذن راح نعد الأشياء مع بعض وننطقه سويا ثم نكتبه يلا مع بعض نبدأ نعد لو ستلاحظون هنا لدي خمسة في الأعلى وخمسة في الأسفل هنا عبارة عن كم؟ عشرة هنا عشرة واضح؟ مضافا إليها خمسة لاحظوا هنا عشرة مضافا إليها خمسة يصبح الناتج خمسة عشر إذن لدي الآن خمسة عشر لاحظوا هنا عبارة عن كم؟ خمسة عشر من الجوارب أو من الأشياء إذن هنا نكتبه بالأعلى خمسة عشر واضح؟ إذن لدي هنا خمسة عشر نضيف الخمسة عشر كم؟ حتى يصبح العدد الذي أمامي نعرف العدد الذي أمامي لاحظوا هنا واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة أحد عشر، اثنى عشر، ثلاثة عشر، أربعة عشر، خمسة عشر إذن هنا في كل مجموعة خمسة خمسة مضافا إليها خمسة أضفنا أيضا خمسة يصبح الناتج خمسة عشر ماذا يأتي بعد الخمسة عشر؟ أحسنتم ستة عشر إذن لديكم هنا ستة عشر جوربا أو ستة عشر من الأشياء التي أمامي طيب مع بعض نريد أن نكتب العدد ستة عشر كيف نكتب العدد ستة عشر؟ نريد أن نتذكر أحسنتم نبدأ بالعدد ستة يليه ماذا؟ أحسنتم العدد واحد إذن بهذه الطريقة نكتب العدد ستة عشر واضح؟ إذن نكتب ستة بالأول يليها أو بجانبها العدد واحد إذن هنا عدينا الأشياء لديكم ستة عشر نريد أن ننطق العدد سويا ستة عشر ستة عشر ثم ماذا؟ كتبنا واضح يا أبطال؟ الحمد لله وفضله نكون قد انتهينا من درسنا لهذا اليوم دمتم في رعاية الله وحفظه ألقاكم في درس آخر إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر